وانت بتلعب في الليفت ده مين انت كنت شافه اعظم لعيب لعب في المكان ده في مصر على مدار التاريخ في الناحية الباكليفت يعني طبعا ربيع عسين ربيع عسين كان منتخب مصر والنادي الاهلي حاجة عظيمة مين المدرب اللي هو سب أثر مع محمد يوسف وخلاك محمد يوسف تحط تجليك في تيمي النادي الاهلي والله انا قديم بالفضل للمدربين كتير يا كابتن عشان نكون صرحي يعني كابتن جوهر الله ارحمه كان من المدربين اللي مؤمنين بقدراتي جدا وكان يعني كان حريص قوي ان انا دايما ابقى في تشكيلاته وفي اختياراته في المنتخب برضو في النادي الاهلي كان فيه ألان هاريس كان فيه مايكل ايفرت جيه في تجربة برضو في النادي الاهلي في واحد الفعيد بس ما استمرش كتير الكابتن أنور سلامة الكابتن شاو عبد الشافي بص أنا مفيش مدرب اتدربت معاه إلا واستفيد منه حاجة لازم استفيد منه مفيش مدرب كامل لفت الأيام واشتغلنا في التدريب مفيش مدرب كامل أنت المدرب اللي هتلاقي عنده النحلة النفسية كويسة هتلاقي عنده شروط البدنية حتة البدنية شوية الحتة التكتكية كله بيكمل بعض كله بيكمل بعض ومفيش مدرب كامل يعني أنت ما تجيش نهاردة لو إدارة نادي أو أنا مثلاً جاي ببحث أنا مثلاً بتؤلي مسؤولية نادي أو إدارة أو فنية أو حاجة وعايزة جيب مدرب كامل ما فيش أنت هو تكوين من حاجات الناحية النفسية إزاي بتعامل مع لعيبة وبيجهزهم الناحية التكتيكية وبيجهاز طبعاً الناحية التكتيكية الناحية البدنية الناحية التدريبية إزاي بيحط تدريب إزاي يدير التدريب برنامج التدريب في مدربين هايلين جداً ككوتشنج يدير 90 ديال لما يجي حط التدريب ما أسف معلش مشكلة فهي تخصصات هي بقت صناعة بقت صناعة اللي أنا عايزة أوصل به يعني أن أنا كل مدرب اشتغلت معه استفدت منه خدت منه حاجة فاكر الصورة دي ده مرة اللي صارتي ده جالنا في 2019 اللي بعده إيه سيد عبد حفيز السيد عبد حفيز هو مدير الكورة وأنا كنت مدرب عامه سامي أمصان مدرب دي خدنا دوري خدنا دوري أصعب دوري في تاريخ النادي الأهلي الدوري ده الدوري ده اشتغل فيه تلات مدربين بدأوا كارتيرون وبعدين أنا كملت شهر كده فترة انتقالية ثم جيلا صارتي بعد كده كمل الدوري ده لغاية الدوري ده بدأناه وكان فارق كبير جدا للزمالك وبعد كده كان عندنا مؤجلات في أفريقيا والحقنا بعد كده رجعنا تاني واشتغلنا لغاية لما فوزنا بالدوري في آخر مباراة يمكن أو قبل الأخيرة قبل الأخيرة مع الزمالك 1-0